السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم شايماء علي في قناتكم محامية وافتخر قضايا اسراء النهاردة هنتكلم عن الجزء التاني عن الولاية التعليمية ازاي ترفعيها لوحدك وتحصل عليها من غير محامي الجزء اللي فات انا اتكلمت عن ما له الحق في الولاية التعليمية حالات نقل الولاية التعليمية للام هل يحق للام طلب الولاية التعليمية على الاولاد في حالة وجود خلافات زوجية امتى بتلجأ الام الحاضنة للمحكمة علشان الولاية التعليمية ويعني ايه ولاية تعليمية كل ده في الجزء اللي فات النهاردة هنتكلم ازاي ترفعي الدعوة هاتي قلم ورقة وركز معي اول حاجة هتروحي مكتبة قريبة من المحكمة اللي هترفعي فيها دعوتك وهتجيبي ملف ولاية تعليمية هتقولي لصاحب المكتبة انا عاوز ارفع ولاية تعليمية هتديك الملف وهتجيب منه اتنين حفزة مستندات تمام هتاخد الملف هتملي بياناتك وهتجيب الاوراق الخاصة بيك لرفع الدعوة الاوراق دية في الجزء الاول من الولاية التعليمية ابق ارجعي له تمام خلاص طيب احنا دلوقت عايزين نكتب العريضة اللي هنرفع بيها الدعوة العريضة طويلة ومش هقدر اقولها في الفيديو هتلاقيها في سندوق الوصف حضرتك هتغذيها تصوريها وتروحي المكتبة وتقولي له انا عاوز اكتب طلب امر ولاية تعليمية وهرفع الدعوة بشخصي اكد عليه انك هترفعيها بشخصك علشان ما يكتبش في العريضة اسم المكتب او اسم المحامي اللي حضرتك بتروحي له هتقولي له انا هرفعها بشخصي هيكتب لك العريضة تكتبيها كمبيوتر والصوريها سورتي تمام وتصوري شهادة الميلاد بتاعت الاولاد والصوري البطاقة بتاعتك تمام طيب بعد كده هتاخد العريضة اللي حضرتك صورتيها كمبيوتر والاصل وهتروحي تاخد الملف بتاع الولاية التعليمية وتروحي المحكمة اللي هترفعي فيها الدعوة هتخشي جوة على رئيس الالم تمام تحددي الرسم وتدفعي في المحكمة بعد ما تحددي في الرسم في المحكمة بنرجع بترجعي تاخد الاصل والصورة وبيتم عرضه على القاضي في اقرب جلسة وبتحدد لك جلسة لنظر الطلب خلاص بعد تحديد الجلسة ودفعت في الخزينة خلاص واخدت رقم القضية بتاعتك بتحدد لك الجلسة وبنكتب اعلان بالامر وبتحطيه عند المحضرين وتسحبيه لتقديمه في الجلسة اخدت المعاد اخدت المعاد خلاص بتروح تحضري الجلسة ولازم يكون معاكي الاولاد تمام ما ينفعش تروح تحضر الجلسة من غير اولادك لازم القاضي بيشوف ان يكون معاكي اولاد ولازم عشان ترفعي لولاية التعليمية بترفقي برضو معاكي في الملف لو حضرتك رفع نفق زوجية بتحط صورة من النفق الزوجية لو معاك قاسيمة طلاق بتحط صورة من قاسيمة الطلاق لازم ان يكون في نزاع قضائي طيب ما فيش نزاع قضائي آآ يعني حضرتك آآ ما رفعتيش آآ طلاق ولا خلع بس غضبانة مسلا عند اهلك ورفع على زوجك آآ نفقة زوجية او نفقة صغار ما فيش مشكلة برضو الولاية التعليمية من حقك بترفعيها بس بترفقي اي نزاع آآ او اي خلاق بينك وبين زوجك في حافزة المستندات اللي بتقدميها تمام للقاضي يعني لازم ان يكون في نزاع هسواء رفع نفقة سواء رفع طلاق رفع خلع تمام ولازم ان تحضري بالاولاد الجلسة بازن الله هتحضري الجلسة وبتاخدي على طول في خلال اربعة وعشرين ساعة بتكوني واخداء الولاية التعليمية بتحكم لك في نفس اليوم تمام طيب خلاص انت تحكم لك واخدت الولاية التعليمية بتستني اربعة ايام وتروحي تستنيها من المحكمة تمام هتروحي المحكمة المكتبة بقى اللي جوه المحكمة هتجيبي منها ورقة فلوسكاب ركزي معايا وهتكتبي الطلب علشان تستلمي الولاية التعليمية برضو بشخصك ويكون معاكي البطاقة بتاعتك هاتي قلم وورقة بقى واكتبي معايا الطلب الطلب ده سهل وبسيط فهقدر اقول مش هحطه في صندوق الوصف هاتي قلم وورقة واكتبي معايا السيد الاستاذ رئيس القلم الشرعي تحية طيبة وبعد مقدمه لسيادتكم وتكتبي اسمك بعد كده تكتبي الموضوع ارجو التكرم بالموافقة على اعطاء السيغة التنفيذية لقرار الولاية التعليمية برقم وتحطي رقم القضية بتاعتك لسنة كزا خلاص ومستعد لسداد الرسوم بعد كده بتكتبي تحت في اسفل الورقة وتقبلوا وافر التحية مقدمه وتحطي اسمك خلاص كتبتي الطلب بتاع استلام السيغة التنفيذية للولاية التعليمية هتخش بعد كده تسددي الرسم وتختميها وتتفاعل الفلوس في الخزينة وتستلميها بالبطاقة الشخصية بتاعتك وبترفيك برضو صورة من البطاقة تمام مبروك عليك الولاية التعليمية اخدت الولاية التعليمية ما تخديش الاصل وتروحي به تقدميه في المدرسة هتصوري السيغة التنفيذية وتقدمي الصورة بتاعت السيغة التنفيذية للمدرسة والاصل يفضل معاك اي قضية بترفعيها بشخصك الافضل تسيبي الاصل معاك علشان ما ترجعش تاني ترفعي الدعوة من اول وجديد الاصل حفزي عليه معاك وادي بس صورة منها سواء انت رفع تمكين رفع ولاية تعليمية بشخصك رفع نفقات بشخصك بتقدمي بس صورة وتحفزي على الاصل معاك وباذن الله في الحلقات الجاية هكلمك برضو ازاي ترفعي التمكين بشخصك والنفقات بشخصك لو لك اي استفسار اكتبيلي في التعليقات في الصندوق الوصف وهرد عليكم بازن الله مع السلامة